السلام عليكم و مرحبا مجددا مع المقطع الثاني من سورة قريش عبد الرحمن هناك شيء لم تفهمه في هذا الدرس في هذا الحصة الأولى يعني بعد الحصة الأولى فهمت لا ما الذي لم تفهمه؟ أشو ما فهمت والو ما فهمت والو قا فهمت فهمت قاعدك شيء آه يعني ما بقتش حاجة نذكر يعني لإلاف قريش ألف وعتادوا رحلة الشداء والصيف سفرهم للتجارة آمنهم من خوف منحهم الأمنة والاستقرار إذن هذه الكلمة كم نفهم عنده إذن نمر إلى هنا أتعرف معاني الآيات يلا قرأ لنا هذا أنعم الله تعالى على أهلي مكة بنعم كثيرة 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 وأكرمهم منهم لا دائما شوف بالأمن والاستقرار مزيان ولكن دائما تتقرأ الكلمة اللي عرفتي وتتسكتها في الكلمة اللي ما عرفتي حتى تتجمعها مزيان حتى تتقرأها طف هذه قريتها مزيان كل شيء صحيح عندك تاكمل بالإيمان لا بالأمن والاستقرار فكانت قريش تخرج للتجارة في رحلة مرة رحلتين رحلتين لا تسعي لا تسعي رحلتين تخرج للتجارة في رحلتين مرة في الشتاء ومرة في الصيف أحسنت إذن كانت كما ذكرنا في حصة الماضية كانت تخرج قريش مرة في الشتاء إلى اليمن ومرة في الصيف إلى الشام وكانوا الله عز وجل منحهم الأمنة لا سواء في مكوتهم في مكة يعني في البلد ديالهم اللي كانوا فيها مكة متخافوا متى وحد متى يجمع لهم متى وحد لأنهم كانوا يسكنون في البلد الحرام محرم على الناس جميعا أن يقاتلوا فيه وأن يحملوا يعني وأن يقاتلوا فيه وكذلك في رحلتهم في رحلتهم كانوا كذلك متعون الله بالأمن وكانوا لا يخافون من يعني في الطريق لأن في ذلك الزمان كما ذكرنا في الحصة الماضية الناس يقتل بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا إلا قريشا فكانت الناس تهابهم لمكانتهم ولكونهم يقتنون في بيت الله الحرام وقد رأت قريش ماذا فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة التي توجد في أين توجد أين الكعبة كينة في بيت الله الحرام وبلد الله الحرام لهو مكة إذن أتدربوا على الترتيل ورتلوا بالتركيز على الكلمات التالية لإيلا في هنا أربع حركات هذا مد أربع حركات كذلك أربع حركات أربع حركات لأن لأن انتظر لأن دائماً الهمزة سبقت لنا المد دائماً نقلنا من أسباب المد في القرآن الكريم هو وجود الهمزة وجود الهمزة مع المد ستكون الهمزة إحدى المد سواء كان هذا المد قبل منها أو لابد منها غير هو إذا كان المد قبل ومشي في هذه الحالة تكون طويلة بزف تكون فيها ست حركات تنطولوها بزف بحل الذي أطعمهم هنا أطلعوا على شوية بحل الذي أطعمهم هنا نطولوها ست الحركات ولكن بالنسبة ل هذه الكلمات اللي قمتين قدامها كلهم فيهم أربع الحركات تتسموا مد البدل وغير بشتعقلوا على الكلمات حيث رأم ربما عندكم في هاهم في السنوات المقبلة إن شاء الله رأي تكونوا عندكم في الامتحانات إذن هذا مد البدل هذا مد البدل هذا مد البدل وغير بشتعقلوا فيهم أربع الحركات نقرأها قرأ لناها دي عبد الرحمن لإيلافي إيلافهم بحالة قلت فيه قصرت شوية الوقت يعني أربع الحركات بحالة بويت تني صبعك بربعهم تني صبعك بربعهم ما تقدر الوقت الوقت دينا لإيلافي 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 عود هادي لا لا هادي إيلافيهم إيلافي إرفع صوتك إيلافيهم لإيلافيهم آمنهم نعم إذن أربع حركات ثم نمر إلى الدرس الموالي أو حصة الموالية عفوا يلا أقرأ آه لا هذا تعرف موليد صلى الله عليه وسلم إذن هيا قريش سأقرأ الأهداف أنمي قدراتي على الحفظ أعترف بنعم الله علي ووظف الصورة في الصلاة أتمم حفظ الصورة أستمع وأردد أستظهر الصورة كاملة إذن أنا وضعت لكم أغني مكتسباتي أصلوا بالخط أنتبين وضعت لكم الفيديو في القناة يعني الفيديو اللي صار صورة قريش برواية ورش وقراءة الشيخ الحصري رحمه الله أقرأ دبا أغني مكتسباتي أصلوا بالخط كانت قريش تسكو تسافر للحرب لرحلاتي لاتجارة إذن كانت قريش تسافر للتجارة ده الجواب الصحيح ثم نمر إلى ثانيا أقرأ أمرر قلمي على الكلمات المنقطة وأقرأ إذن مرروا أقلمكم على هذه الكلمة أقرأ لنا أمر أمرنا الله أمرنا أمرنا بعبادته دائما نقول لك تجاول الخطر أمرنا الله بعبادته أمرنا الله بعبادته أحسن ألون اسم الفصل الذي كانت تسافر فيه قريش أقرأ الخريف الشتاء الربيع الصيف إذن هنا ملون الشتاء والصيف إذن الشتاء والصيف إذن هذا والشتاء باللون باللون ولكن مشي باللون مشي قدم الرصاص إذن أنا ألون الفصل وهذا الفصل كذلك هذا الفصل ثم نمر إلى أكتسب أقرأ معي عبد الرحمن أنعم الله على بلادنا بالرزق والأمن وهذا يعني ما نستخلصه وما الفائدة من بين الفوائد هو أن أنا الآن نتمتع الحمد لله في هذا في هذا البلاد بالرزق والأمن كما كانت قريش تتمتع بالرزق والأمن أليس كذلك وكما ذكرنا في حصة الماضية أن هناك كثير من البلاد يعني يسود فيها الخوف والحرب والسرقة إلا أننا والحمد لله على نعمة الاستقرار وعلى نعمة الرزق وعلى نعمة الأمن ولله الحمد والمنى إذن نكتفي بهذا القدر ونتمم هذا الدرس في مقطع آخر إن شاء الله